الشخص اللي نحسبه شهيد بإذن الله عويس الراوي والمكان صعيد مصر وتحديداً لقصر والحدث قوة من الاسم جاية تقتحم البيت عشان يقبضوا على ابن عمه على خلفية المظاهرات اللي دايرة وقف أبوه لحضرة الزابط يحاول يمنعه من اقتحام البيت عشان فيه حريم حضرة الزابط معجبوش الكلام ضرب الرجل المسن بالقلم عويس ماستحملش المنظر والدم غلي في عروقه وحس انه مش هيعرف يرفع وشه في وش أبوه ولا وش أي حد تاني لو سكت عن أهانة كرامة أبوه عويس عاقب الزابط على قد الفعل بنفس الفعل رد جزء من كرامته وكرامة أبوه المتهانة برد الألم على وش الزابط وفي ثواني كان الزابط حط إيده في جنبه وطلع طبنجته من غير تفكير وقضى على حياة عويس قدام أبوه لكن السؤال دلوقتي ليه الزابط ما ضربش عويس بدل الألم عشرة ليه ما أمرش خدم ومن العساكر يتكاتروا على عويس يضربوا لحد ما يبانوا صاحب ليه ما استخدمش سطوته وانفوزه في الأبضى عليه وتلبيسه بدل التهمة ميت تهمة كالعادة عقبا ليه على تجرؤه على أسياده الإجابة أنه لمح نظرة القوة في عينه أنه مش شخص متظاهر عادي أو واحد بيحتاج عشان لقمة العيش أو تحسين شروطه العبودية حس بالتحدي في تصرفه الإجابة أن خصمه في اللحظة دي كان عنده كرامة كم واحد فينا خد أسرته أو طلع مع أصحابه على السيرك عشان يستمتع بعروض الساحر أو المهرجين والأكروبات لكن تبقى أهم عروض السيرك والفقرة المثيرة المنتظرة دايما هي فقرة ترويض الحيوانات سواء كانت حيوانات أليفة بتعمل حركات أكروبات أو كوميديا أو الفقرة الأهم والأبرز والأكثر إثارة وغرابة هي فقرة ترويض الوحوش الحيوانات المفترسة بطبعها أسود أو نمور اللي في طبيعة الحال أصلاً الإنسان هو أحد ضحاياها لأنه كان ضعيف جداً بالنسبة له وسهل المنال جداً يعني طب إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي مرويضين الحيوانات دول بيعملوه يخلي الأسد يتنطط ويروس وبإشارة من سيده الإنسان يقف ويعود وينام إيه اللي يخلي النمر المفترس يتحمل كرباج المروض وشخطه فيه وهو يفصل منه في القوة والسرعة 30؟ الإجابة هي اللعب في السوابت استياض المروض ضالي الحيوان من صغره والشغل الممنهج طول الوقت على العبث في طبيعته المفترسة الحيوية النشطة بيلعب في جيناته وسوابته الفطرية اللي ربنا خلقوا عليها بيخفي عنه تركيبته الحيائية والغرض أو الهدف من وجوده كحيوان طبيعته السعي والحركة والحياة وسط الغابة يلقت رزقه بنفسه وحطه مية خط تحت كلمة بنفسه بيعميه تماما عن إنه يبص لنفسه أو يفكر في قدراته وإنه يقدر يعمل إيه بعضلاته وسنانه ومخالبه وإذا بيحصل إزاي بقى؟ عن طريق إهدار كرامته إهدار الكرامة له أسس وقواعد ما تخرش المياه عشان المروض ده يحصل من حيوان قوي مفترس على حيوان أليف اللي يشوف تصرفاته يضحك ويسقف رغم إن الطبيعي إن الليل محبس أسد أو نمر مفترض إن هو يطلع يجر ويهرب لأنه في مواجهته هيموت هيموت يعني أهم قواعد وأساليب إهدار الكرامة عند الحيوان بقى منها الشعور بالاحتياج الاحتياج مثلا للأكل فبيتعود مع الوقت إن الأكل مش بمزاجه مهما كان جعان الأكل هيجي في الوقت اللي يحدد المروض فبتتحول مع الوقت لحظات الدخول بالأكل من الشخص اللي المفروض إن هو حرمه منه للحظات امتنان للمروض اللي جاب له الأكل اللي هيخليه على قيد الحياة الأكل لازم يجي عن طريقه هو من القواعد المهمة برضو هو تعويض الحيوان على الزل كرباج المروض اللي المفروض مؤلم وبيوجع بيترسخ في عقل الحيوان إنه الوسيلة اللي بيتحرك بيها عشان ينفذ الحركات اللي بتطلب منه الخلاصة هو الشغل طول الوقت على تفريغ حياة وطبيعة الحيوان ده من محتواها تماما طب إيه اللي ممكن يحصل لو للحظة لحظة واحدة قالع المروض ده وش السيطرة والقوة الكداب قدام الأسد اللي بيحصل ببساطة زي ما بنسمع كل فترة مات المروض نتيجة هجمة واحدة من الأسد عليه ساعتها المسؤولين عن السيرك اللي عارفين الحاجة اللي مش عارفها باقي الحيوانات إنهم لا طاقة لهم في مقاومة أو مواجهة أسد عارف قدراته واستخدمها بتبقى انتهت الحلول الوسط مع الأسد وانكشفت الكدب إنه هم مسيطرين عشان هم الأقوى فبيبقى لازم التخلص من الأسد قبل ما باقي الحيوانات تتمرد وتقضي عليهم كلهم ده مثال بسيط عشان أحاول أقرب فكرة السيطرة على الأشخاص عن طريق الإخضاع والزل وإهدار الكرامة الكرامة الإنسانية اللي ما هو الصدفة أبدا إنها بتكون جملة حضرة في كل اهتفات السورات وكانت موجودة في اهتفات يناير عيش حرية عدالة اجتماعية الكرامة إنسانية الكرامة اللي موجودة ومصانة في مواد دستور كل البلاد اللي بتحترم نفسها وشعوبها لدرجة إن النص على صون الكرامة الإنسانية هي المادة الأولى في الدستور الألماني مثلا اللي بتقول نصا لا يجوز المساس بكرامة الإنسان واحترامها وإحميتها من واجبات كافة سلطات الدولة وكأنهم بيغسلوا إيدهم تماما من الرواسب التاريخية لدولة هتلر النازية وأسلوب حكمه اللي اعتمد على الحكم الشمولي اللي خلى الألمان كلهم وقتها يا إما قطيع محبوس جوه أفص مشاريع وخطط وطموحات هتلر شعب ونخب وكنيسة وسياسين أما اللي خارج الأفص مغضوب عليه ومنتهج ما بين قتيل أو معتقل مهدور الحرية والكرامة مسألة الكرامة الإنسانية في الدول الاستبدادية وخصوصا في المنطقة العربية وفكرة وصول المواطن لمرحلة اللي اعتزاز بكرامته دي بتبقى من أخطر الحاجات اللي ممكن يقابلها حاكم ظالم وأنظمة شمولية واخد القمع أسلوب إدارة وحكم إهدار الكرامة والتنكيل بالمواطن بأشكال مختلفة هو سلوك يومي بيبدع فيه أي ديكتاتور فيه أعادة خل وتشكيل مواطن مع التكرار بيتعود على الظلم وبيبقى جزء من حياته متعايش معه عادي ومع الوقت كمان بيستحلى فكرة العبودية المرزاز هو بيصرخ إحنا عبيد البيادة إحنا بنحب البيادة ده شعور حقيقي لاو تطبيل ولا محاولة نفاق لتحقيق مصلحة أو غرض إحساس كبر ونامة مع الوقت نتيجة نجاح خطة ممنهجة لإفقار وتهميش اللي زي كسر الكرامة الناتج عن كسر الطموح والأمل والحلم الراجل اللي مش شايف في سجانه وجلاده غير بطل وقائد لحياته رغم إن المراسلة لما سألته أنت اللي كاتب الكلام اللي على يفطى ده قال له أنا ما بعرفش أقره ولا كتب ومع ذلك بحب السيسي الناس الفقيرة عاوزة السيسي اتزرع جواهم خلاص نتيجة الضعف والجهل والتواكل الشخص ده نسي مع ضغوط الحياة والعمر اللي راح وهو زليل للقمة العيش غاب عن باله مين السبب في إنه ما تعلمسي القرية والكتابة مين السبب في فقر الحق الإنساني في الكرامة الفقر والحاجة ده سعلي فبقى أحد أفراد القطيع المرضى بداء عيش الجلات متلازمة ستوكهولم اللي تكلمنا عنها قبل كده في حلقة ولا يوم من أيامك وضحنا فيها ثنائيات الغذاء مقابل الحرية والأمن مقابل الكرامة كطرق للسيطرة على البشر وإنتاج مواطن منزوع الطموح مش عاوز أكتر من لقمة سد جوعه أو أربع حيطان يتوه هو وأسرته النظام اللي بيعيش المواطن عن طريق زرع الخوف جوه فيعيش رافض يتحمل تبعات وعواقب قولت لا الاعتراض اللي ممكن يكلفه حياته نفسها أو سنين من عمره في السجن أو على أقل تقدير يتعذب جوه سام أو معتقلات فمع الوقت وتكرار مظاهر إهانة الكرامة بتتولي التناحة عند المواطن اللي تعود على الزلم بيتعمله صوفت وير جديد على خلاف ضبط المصنع اللي جاي بي كإنسان طبيعته الفطرية أصلا بتميل للحرية والإحساس بالسمو وإنه الكائن الأرقى بين الكائنات الهوية دي بتتغير وبيبقى جزء من حياته اليومية المعتادة مظاهر إهانة الكرامة اللي نجحوا يخلوها بتحتل مركز بعيد جدا من أولوياته بالعكس بقى في بعض الأحيان بيتحول إهدار الكرامة لكيف ومزاج عند الناس اللي اقتنعت خلاص إن علاقتهم بالحاكم في البلد هي علاقة تبعية العبد لسيده المتحكم في حياته نتيجة إقناعه إنه من غيره يضيع أو يجوع أو يبقى لاجئ الناس دي اللي فيديوهاتهم اللي من النوع ده مفيش أكتر منها وبنقابل كتير من النمزج دي على طول في حياتنا اليومية سواء كانوا بيعملوا كده مدفوعين بقناعة حقيقية باللي بيعملوا أو مستغلين ومتسائين بالفلوس والوجبات لوقفات تعييد أو الانتخابات أو استفتاءات في النهاية النتيجة واحدة لمعطيات واحدة المعطيات هي ساق يعقولهم طول الوقت بالزل إهدار الكرامة ده بيخلي مع الوقت أوبشن الاعتراض على الظلم والتجاوزات بيختفي وبيحل محله الطموح اليومي بتوفير لقمة العيش بس والمشي جنب الحيط أو جوه الحيط قدر الإمكان حرمان الناس من إحساسهم بأنهم قادرين لوحدهم يوفروا لنفسهم حاجاتهم الأساسية غزة تعليم صحة وغيره وأن كل احتياجاتهم البشرية دي في قيد قوة أعلى منهم أن فيه شخص أو نظام متحكم في مصيرهم وحياتهم كل دي طرق لإهدار الكرامة بتوصل الشخص الإحساسه في علاقته بالحاكم بإحساس العبد تجاه سيده مش نظرة مواطن لرئيس أنا من أحباب السيسي يعني أعبة حاجة اسمها سيسي السيسي راجل الحرب وهو عقو واحد في بلده هو ما شاركش فيها يا حروب السيسي مش راجل حرب هو ما شاركش فيها يا حروب سيبقى راجل الجيش ده فريق أجدار حرب أيض سيبقى سبعة ستين وتلاتة وستعين لا شارك يا باشهل لا باشهل شارك شارك وبالمناسبة برضو في طريقة الحاكم للسيطرة على الناس عن طريق إهدار الكرامة مش دايماً بيبقى الفقير والضعيف عن طريق الافتقار والتهديد والجهل بالحقوق مش لازم ده دايماً يكون وراء جيش جرار مع دوم الكرامة بالفترة بقى ده اللي بينزل من بيته وقالع كرامته في البيت لخدمة حاكم ظالم كرامته مش مهضرة لنفس أسباب الفقرة والعامة من الشعب إنما كرامته بتتراجع عشان تقدم مكانها مصلحته مع الحاكم ومعها كمان مصلحة الحاكم من انبطاحه ونفاقه سواء المصلحة بالنسبة للأشخاص بتبقى للمادة أو للنفوذ أو القربة من السلطة وما يحمله بقى من امتيازات خاصة أو مصلحة الحاكم من بدر مبدأ انسحاق الكرامة في عموم الشعب الطبقة دي بتبقى الإعلام والفن والرياضة سياسة ورجال أعمال وشخصيات عامة كلهم بيتفقوا على نفس صفات العبودية سواء بالفترة زي ما قلنا أو بالحيلة والتمثيل في النهاية كله بيصب في مصلحة المناخ العام اللي لازم يسري في مجتمعات مسيطرة عليها الأنظمة الشمولية المستبتة وهو مناخ إهدار الكرامة الإنسانية فبتلاقون بكل بساطة بيزرعوا قيم العبودية والزل المغلف بالوطنية وخداع الناس بأن الضمانة الحقيقية لأمنهم وسلامتهم هو الحاكم صاحب السطوة والسلاح والبيادة أيوة أنا عبيد البيادة تحت أمرك عايز حاجة أنا عميل أو عبد أو سموها زي ما تسموها البيادة المصرية بتاع الجيش المصري ساعات كمان بتبقى وسيلة الطبقة دي طبقة الموالين المستفدين اللي قلعين برقع الحياة والشرف مع دومين الكرامة بتبقى وسيلة الأهانة والتحقير من الناس وترهبهم من مجرد التفكير في الاعتراض على أوضاع معينة أو التزمر على أسلوب حكمة أو إدارة وكله برضو في إطار الفكرة العامة في سحق الكرامة أصاد الأمن والتخوف من المجهول اللي مستنى الناس لو اتمردوا على أصحاب العظمة والسلطة والسيادة عزيز المواطن سواء كنت تعبان في عيشتك أو مستريح إذا كان بيت حضرتك من إزاز فما فيش دقاء تحدث السيسي بالطوب ماشي على النوس عين مصر وعايز أقول لحضرتك السيسي اللي مش عاجبك دلوقتي كنت بتبسرج ليه عشان يبقى رئيسك وعايز أقول لك كمان إن السيسي هو أحسن حاجة فيك ياريت بعد ما تطفح وتشرب شايك وتضرب لك نفسين جوزة تقعد مع نفسك يحلتها وتحط راسك بين رجليك وشوف أنت بقى تعيش من غير شرف ولا كرامة ولا تعيش من غير كهرباء ولحمة وجوزة تعيش وتموت راجل ولا تقضيها شعب يخاف ما يختشيش الشهيد بإذن الله عويس الراوي ما كانش جفارة ولا ثائر ولا حتى قال إنه شارك في المظاهرات الأخيرة قد يكون واحد من ملايين كل همه في الحياة السعي على لقمة العيش وإنه يعيش حياة هادية راضية في وسط بيت وعياله عويس بس تقتل عشان راجل دمه حر عايش في هدوء هناك بعيد في الجنوب يمكن لا تابع مظاهرات ولا لهم يول سياسية ولا انتماء حزب ولا بيفتح قناة يتفرج على برنامج سياسي ممكن ما يكونش عارف مين الناشط فلان الفلاني ولا الوزير فلان الفلاني ولا الاعلامي علان ممكن ما يكونش وصل له كل وجع الدماغ ده بتاع السياسة والاقتصاد ولا متابع ترندات ولا مهتم بقضايا ومشاكل وحورات الاعلام والسوشال ميديا هو بس عايش بأخلاق الصعيد الجواني وفطرة نقية وطيبة معتادة معروفة عن ناس الجنوب وأهلها الطيبين عايش في حاله وكافي غيره شر لكنه في نفس الوقت ومع الطيبة والهدوء اتزارع معاه في نفس الوقت العصبية والغيرة الحمقة والنخوة الحاجات اللي طول ما هو محتفظ بيها لنفسه وما بيخرجش بيها بر بيته في مظاهرة أو وقفة احتجاجية وامدريها عن الاتجاه العام لنظام حكم معتمد أساسا على قتل النخوة والكرامة فهو كده في الأمان إنما الرجولة والكرامة يتحولوا الفعل على الأرض في صورة كف على وش اللي اتمدت إيده على بوه هنا الموضوع بياخد منحنة تانية لأن الخد اللي اتلقى ألم عويس الحر صاحب الكرامة هو خد الواحد إيده تعودت تتمد على خده وقفة الجميع بدون اعتراض أو رفض أو شكوى ألم عويس نزل على وش سلطة متجبرة واخدى الضوء الأخضر من النظام اللي سيئهم وحاميهم ودعمهم ألم روش الضابط وبوص سنين من مخطط إهدار الكرامة فبقى واحد من اللي اتهدرت كرامته وفكرته باليوم اللي جيروا فيه زي الفران يستخبوا فيه من وش شعب قال عتوب العبودية الألم اللي رد فعله عليه أيا كان هيبقى محمي من قاتل ادهم الحق في إزهاق روح البناء أدمين من غير ألأ ولا خوف من الحساب ما تم تجاه الشرطة خلال السنتين اللي فاتوا أفرص مناخ جديد يا أحمد المناخ الجديد ده هو هيقف قدام حضرتك لجاية مستوى معه لكن مش هيصل به أنه يستعد أنه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش حد يموت أو حد يحصله عجب عنه يتحكم الضابط أحمد لا مش هيحصل خلاص والأنا عايز أقول لكم المتظاهرين قد أدركوا ذلك ألم عويس الراوي مش بس نزل على وش ظابط ده نزل على وش مكنة إعلامية والسياسية دايرة بتشيع الخوف والرعب وبتعاود الناس إنها مش بس تكون هي نفسها منسحقة الكرامة دي بتوصل بعض الناس إنها تعادي اللي مش ماشي معها في نفس خطايا العبيد فبينلاقي اللي بيحرض الناس تبلغ عن بعضها بيزوقوا الناس اللي خلاص ضمنوا إن كرامتهم الإنسانية ماتت جواهم إنها تهاجم وتعادي أي صوت حر معارضته ولو بكلمة أو بوستة أو برنامج هتوقع البلد واتدخلهم في المجهول اللي محدش عارف إيه هو المهم إنه حاجة وحشة وخلاص طالما هيغلي إيد الجلدين اللي بيحكموا الجلاد اللي بيستمتعوا بكرباجه واللي في مينه طالما مسك السلاح وبيدافع عن الوطن من أهل الشر بشماله فإحنا مستحملين ووثقين فيه مهما عمل سقة عمياء طالما بيحمينا من إيه؟ مش مهم أكيد هو عارف اللي إحنا مش عارفين إحنا وثقين فيه سقة عمياء أولا ما عددت من حضرات السيسي ده معلش يعني يمكن أن نفس محمد رحمت صبر لو قال لي أبوك مش أبوك حقول له مش أبوك وقبل حضرات لو قال لي سقة عمياء فيه اللي هو مين الرئيس السيسي يعني تصقش الرئيس السيسي إلى حد لو قالك إن أبوك مش أبوك حتصق هقول له مش أبوك قلم عويس الراوي كان لازم يبقى تمن ومن ظابط سلم أخلاقه وشرف مهنته على عتبة قتل أو سفحين لأنه بيهد الأسطورة القديمة اللي عايش عليها النعدة من الأنظمة المستبدة يمكن عويس مات بجسمه ربنا يرحمه لكنه ممكن يكون سرخة تتسمع المرة دي يفوقوا ويعرفوا إن الكرامة الإنسانية هي أغلى شيء ربنا خلقوا فيهم وإنهم من غير الكرامة هيبقوا أشباه بني أدمين ميتين بس يسموهم أحياء عويس مات لكن كف الحر الشريف هيفضل حي ومعلم على وش نظام بحالو ونشوفكم على خير إن شاء الله